يقوم رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشينغ بزيارة رسمية لقرغيزستان حاليا تركز زيارته على رفع القدرة الانتاجية في دولة اسيا الوسطى هذه كما تشمل ايضا اجندة اعماله مبادرة الحزام والطريق والامن والقضايا الثقافية تعتبر كيفية دفع القدرة الانتاجية في قرغيستان موضوعا رئيسيا يتصدر اللقاء بين رئيس مجلس الدولة الصيني لكوتشين والرئيس القرغيزي الماسبي كاتن بييف وقال لي ان الصين وقرغيستان في حاجة الى الاستفادة من قدراتهم الكامنة في الابداع والابتكار على الرغم من طباط النمو الاقتصادي العالمي مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ارتقاء جانبين بتنمية التجارة والاستثمار الثنائي وتعزيز الترابط الداخلي عبر الاقليم من جانبيه قال اتن بييف ان بلاده ترغب في بدل جهود مشتركة مع الصين لتنفيذ اتفاقاتهم وتعتبر الصين اكبر شريك تجاري ومصدر لقرغيستان حيث وصل حجم التجارة الثنائية الى اكثر من 670 مليون دولار امريكي خلال النصف الاول من هذا العام مما يشكل ارتفاعا بنحو 60% عما كان عليه في العام الماضي وخلال لقائه مع نظير القرغيزي سورو بنابي جنبيكوف قال لي ان الصين ترغب في ربط مبادرة الحزام والطريق الصينية مع الاستراتيجية التنموية القرغيزية فيما اكد نظير القرغيزي على رغبته في دفع تنفيذ مشروع الخط الحديدي بين الصين وقرغستان وازباكستان وغيره من المشاريع في بيشكيك في الوقت نفسه تم تسليط الضوء على الموضوع الامني خلال لقائهن حيث تعرضت سفارة الصينية لدى قرغستان لهجوم ارهابي في غسطس الماضي مما ادى الى جرح موظفين قرغيزيين وثلاثة صينيين وطلب لي من الحكومة القرغزية الاسراع بخطوات التحقيق واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين الصينيين في البلاد من جانبه اعربى جينبينكوف عن ادانته الشديدة للهجوم الارهابي مؤكدا على امله في العمل مع الصين لتنفيذ القانون وضمان الامن والاستقرار في المنطقة وبعد اللقاء اصدر القائدان بيانا مشتركا وشهداء توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون وتعد قرغستان المحطة الاولى لجولة ليا التي تضم اربع دول بما فيها كزاخستان ولادفيا وروسيا ايضا ترجمة نانسي قنقر